السلام عليكم أصدقائي الكرام كانت من تكونوا في استعداد على المتيحة الجهاوي السنة الثالثة إعدادين كانت من تكونوا بقربتوا تسليل بخابة غاستون أو حيشرة ما عندكم مشوقت بزاف دونك خذكم تتربوا وتحاولوا تلخصوا أموركم وتحفظوا ضغير حنا وصلنا إلى الدرس الخامس في الزاكت يعني في التربة إسلامية أرغب قولنا جو دي الدروس باش هالدرس أمورها جو دروس باش نقفلو استدية الدروس في المداخل دي التسكية والقتيدة والقسط والحكمة والقتيدة مهم في استدية المداخل وعد مدخل دي التسكية القرآن الكريم الشطرين الأول والثاني من الأي واحدة إلى الأي 16 باش ندخلو في مدد التحان الجهوية دي التربة إسلامية من وراها كان نفضل أنني نفضل لكم أنني نقفل لكم الدروس كاملة دي التربة إسلامية من الخصة تحفظوها والدروس دير شماعية كاملة من الخصة تحفظوها ونقفل الفرنسية تهية محادات جهوية وعود نرجع ونقفل شوفوا نتمنوا شمس لكم هات القضية جهوية في تربة إسلامية ونقادهم لكم وجهويات في المط ونقدم لكم تاني سأليوا الدرس دي لقع المواد عاد نعود نطبقوا في الجهويات شبال لكم؟ ما تعرفوا ما علي أنا غالنفد تركوشي عندي موجود أي حاجة بغيتوها فقولوها ليه في الكموتر ولا دوزوا انستغرام ستقولوني مرحبا بكم ممكن تشي مشكيل على الرسولين ألوغ زكت ونطرقوا فيها ربعا دي المحاور المقاصد الروحية المقاصد الاجتماعية مقاصد الاقتصادية والتنموية والتدابير العملية لتجسيد مقاصد الزكت المقاصد الروحية دي الزكت يا الاعتراف بفضل الله وشكره على النعمة المال إذن الزكت هننذه Magellan زكات المال الله اعطنا واحد المال اعطنا نتصرف احنا حرين في التصرف ارزقنا به اضربنا فيه تمال والله ارزقنا بذلك المال الاعتراف بفضل الله وشكره على نعمة المال خاصنا نعترف بأن الله بفضل الله فضل من عند الله هذا الفلوس وشكره على لنا مثل ما المقاوش نقوله وسعدات شينالو اللي عندي الفلوس بثاف تكبر شكر الله على النعمة كل حاجة عندك أي حاجة أي حاجة عندك رفعهم أن الله اللي وهبها لك رأى لو لله رأى ما كنتي غدتكون والو في الدنيا أصلا أنت ما قدتكون والو رأى نهار غدتبش عند الله طلعت حاسب غدتلعه معك أعمالك وأفعالك الحزانات كون زيئاتك ما غيرتلع معك لفلوس لقرايا لامال لوالو غي هو أربي أرفع من شأن العلماء والعلم الله كيعز العلماء والعلم الله حبب لي أن أعطانا العلم وكي حدث على الطلب العلم أو لطالب العلم الله ما كيضيع والطلاب والعلماء وتكش تطهير النفسي من الجشع والطمع والبخل على أختي زكي وخائر من 10 ريال تخرج من 10 ريال وترجع لك منها بالأعشار ها والله لا تزكيش حاجة مزيانة في الحياة تخلف الفلوس تطهير النفس إذا لم يبقى الجشع والطمع والبخل كنت وعقلت وعلى ذلك القصة لقرانا في التامنا العاشق والدهب في الأخير دخلوا ويشفروا واحد والقراص والله كريم كان بخيلة رأسه ما بقاش ما كي يقول شوهم من كثرة ما كان فقر وترفح ما كان لك يلبس لك يا كون لك يمتع رأسه عكي خبي في الدهب تالصادقة لا تزكيش في الأخير في الأخير جاء واحد دحق عليه وشوية محمق يقولوا حمق قاع فش عرفوا الفلوس ما دي ماش لك خصك معدام الله أعطها لك زكي منها متع بها نفسك كول شرب صرف على رأسك مهم في قدر المستطع ديالك تربية النفس على البدل إذا تعطي دائما أي واحد محتاج يعطي رغم كل منطقة تعطي كل مربك يعود لك هديرة معلومة جاربة العام زكي ربي النفس على التسكية أو الزكاة يعني البدل يعطي من القليل من القليل يعطي يقول لي كتير قليل يعطي منه يقول لي كتير أمن بهذه القادية مقاصد الشماعية تحقيق التكافل والتضامن بين طبقات المجتمع أي طبقة البرجوازية ساعة الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة ساعة الطبقة الفقيرة فهذا يعني أننا نقول لي التكافل التضامن أنا نقول لي المجتمع متماسك وصالح إذن طبقة البرجوازية تساعد طبقة الغنية لا الطبقة البرجوازية أي الطبقة الغنية تساعد المتوسطة وتساعد الفقيرة فقد نقول لي المجتمع يحب بعضياته يعاون بعضياته سنقول لي وقد نلقي دام في تقدم وصدهار ملموس القضاء على ظاهرة التساول ما سنقول لي ونبعضياتنا لا سنرى واحد مسكين سيطلب في الزنقة أو لوحدة مسكينة سيطلب هذا الطريب أو هذا ولد فيدي لا يتخل للمدرسة أو الميت لأراج لك تطلب سوف نوفر موارد مالية للعاطلين أنا لا يوجد القضية الواحد يصدق لك يعطيك الزكاة من العام للعام أو يخرج الزكاة الرمضان أو يخرج الزكاة على المال لوصل المقدار المال القدر المال الدهب الأغنام أو البقر لا تتفق مع القضية أنا أريد زكاة لك أعطيهم لك سنويا أعطيهم لك مشروع سوف تأخذ من الفلوس على طول سوف تبقى مصدر مصدر مولد مالي مثلا يدل لك مبلغ مالي قدر مالي معين يدل بواحد مشروع وخيش لك غيوة طوايب صغيرة تبيع فيها الخبز سواء مراء تبيع فيها الخبز تصرف على أولادها سوف تبقلها سوف تبقلها يوميا دراس مالك وتردد الفلوس وتولي تنجيل مشروع حان وتبيع خبز وتبيع ولا راجل يستق عليه يدل على الأقل مثلا تابل تبقلها تابلها دي سير تابلها تابلها العاصر تابلها يبيع فيها على الأقل غي مونتجات شي لعيبة مهم مشروع وصال طال أنا كنت في ضلال القضية عوض ما يبقى يزكي لك شي واحد سنويا مرة وحدة في العام أو تذكي لك مرة وحدة خرج زكاة ومال 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 الفريدة ومال يدل لك مشروع هذا العام يدار هذا العام الجيد هذا المرة الجيد هذا ومال لدينا واحد المجتمع لا يبقى فيه التسويل قدنا على طاير رضي الطلبة ولينا كل واحد دار مشروع على قد الحال والتي طبقة الفقيرة ولكن لا نحن نحن كنا نحن 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 مقاصدها الاقتصادية والتنموية نماء المال واجعل البركة في ملك صدق المال هذا الفلوس كالضاعف لنا ربك يعطينا الرزق من حيث لا ندري يقول البركة فيه يقول تخلف غرص وقدر تحس بنتك التوالد استثمار المال وإخراج من دائرات الرقود يخرجوه من دائرات الرقود استثمار المال أي المال يدخل ويخرج ويعود يجدد ويعطي تلف هذا ويعود يرد ليك ويخرجوه من دائرات الرقود إذن لا تبقى مجمد تقول لك التعامل به وكتنفع به بالناس الأخرين ويعود يرجع لك بالنماء والزيادة فيه والبركة وعط الله ميتزاد التدابير العمليين لتجزيد مقاصد الزكاة إنشاء الدولة لمؤسسات تقوم بجمع الزكاة وتنظيم وتوزيعها مثلا دولة تقوم بوحد المؤسسات تقعد واحد المؤسسات هذه المؤسسات ستجمع هذه الزكاة وستنظمها وستوزعها على الناس اللي محتاجها وتوزيع الزكاة على المستحقين لها من أهل البلد إقامة حملات تحت سيال التوعية أي شخص يقدرون بهذه الحملات التحسية لا يوجد إشهار أو تسويق أنكم تقولون بالله الزكاة مهمة في تنمية الاقتصاد بفضل الزكاة نستطيع أن نقدم المجتمع من الدول الأوروبية المشكلة في التخلف المجتمع العربي لا يوجد الثقافة أننا نقوم نسكي غالبا نكون مبعدين على الدين الإسلامي نهار نقرأ القرآن نقرأ ونفهم نهار سنكون باخير سنطبقه سنوصل للقدام نكون رازنا لا لا نعرف شيء نشر الزكاة بين الناس ضروري ما يقولون بحل الخطبة الجمعة الخطبة العيد فرق تشوفوا بالله راه هذا ك إمام يبقى يخطب ويبقى كل مرة يتناول الموضوع مرة يأثير البير بالوالدين مرة على الزكاة مرة على الإنفاق على الوالدين طاعتهما الرفق بهما الرفق بالحيوان كيف فهمنا المقاصد أو المحاور التي يدر عليها الدين الإسلامي إذا يحاول يحاول يحببنا في الدين الإسلام ويزيد يتعمق علينا فيه كمسلمين خاصنا نتعمقه في الدين بالصح ونفهمه ونتدبره معاني كمسلمين نهاية الفيديو بالنجاح والفلاح للجميع السلام عليكم اشتركوا في القناة